أحكى أن الأجازة جات وإحنا عادي في مشكلة يا دكتور مش عارفين نعمل إيه في الولاد وإحنا كمان نعمل إيه في الوقت الكبير ده وقت الفراغ ده طيب هو باش أنا عايز أبتدي بحاجة صغيرة هو الدور الأم في البيت هو دور إداري من الدرجة الأولى يعني أنا طبعا أستاذ إدارة أنا كنت أبيض نفسي قبل كده فعندي كده مزيج لطيف من الطب النفسي والإدارة لكن إحنا بنعتبت نحتاج الطب النفسي برضو مش هسي بحضر الإدارة والطب النفسي هما الاتنين في الآخر هما يعني السيكولوجي من غير منجمينت ديفنت لي هو فيه مشكلة الأم دلوقتي لازم تعرف تدير البيت كويس لو جينا نشوف الإدارة الإدارة فيها تخطيط فيها تنظيم فيها متابعة الدور ده هيبأ أكثر أهمية طول ما الولاد موجودين في البيت أول وظيفة من وظيف الإدارة هي التخطيط إزاي أنا أعرف أحط ولادي خطة لكن فكرة هو يسحى في الوقت اللي هو عايز وبعدين أفكر النهاردة هشغله في إيه ده اللي بيؤدي إلى كوارث في الآخر الأم دورها مهمة جدا في البيت يعني هقول لحاجة مثال بسيط جدا عندنا مثلا يعني هحكي قصة كده عشان وري قد إيه لأم بتعرف تدير البيت لو هي عندها ده أنا بحب القصص جدا وإحنا أصلا أي حدوثة بسمها أنا بستفاد بيها أكثر مدام داخل لي في قصص نو شكد هنبيستو أول مقصة دي جدا بنحب القصص جدا لأنه هي دي كانت امرات أحد رؤساء الفرنسويين كانت هي رايحة ورئيس الفرنسي بيتعشوا في مطعم على أطراف باريس وبعدين طلع صاحب المطعم يعرف السيدة دي أنا هقول اسم الرئيس ده بس بعد ما هقول قصة سلام الراجل واخد مراته يفسحها عني ليه حقيقة فالمهم بعد ما داخل المطعم طلع أنه صاحب المطعم يعرف مرات الرئيس الفرنسي تمام فطلب أنه هيتكلم معاه على انفراد لمدة دية فبعد ما رجعت رئيس الفرنسي بيسألها بيقول لها هو مين الراجل ده قالت له الراجل ده كان متقدم لي وانا صغيرة وانا رفضت ارتبط به فبيقول لها طبعا انت زعلانة لأنك لو كنت اتجوزتي كنت زمانك دلوقتي مرات صاحب المطعم الكبير ده قلت له لا قالت له ليه قالت له عشانا لو كنت اتجوزته كان هيبها رئيس فرنسا فهي عايزة تقول له إيه تقول له طبعا الرئيس ده شارل ديجول دي مرات شارل ديجول فعايزة تقول له أن أنا نجاحي في إدارة البيت هو اللي خلاك في يوم الأيام بقت رئيس لدولة عظيمة زي فرنسا